بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في البيت لنستعرض عليكم حل لمشكلة تعذر تشغيل أو بدء تشغيل مركز أمان الويندوز على ويندوز 11 أو ويندوز 10 بشكل مفاجئ ممكن تجي تفتح جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 11 أو ويندوز 10 وتفاجئ بهذا الإشعار Turn on Windows Security Center Surface اللي بيطلبك بتشغيل مركز أمان الويندوز لو إنك ضغطت عليه فبتلاقي إن فيه فشل في تشغيل الخدمة أو تعذر تشغيل مركز أمان الويندوز أيضا لو إنك توجهت إلى مركز الأمان والصيانة على ويندوز 10 أو ويندوز 11 Security and Maintenance زي ما انتم شايفين هتكتب في البحث سي إي سي هتبتلت تظهر معك Security and Maintenance الأمن والصيانة هتضغط عليها زي ما انتم شايفين هتلاقي Windows Security Center Surface بالضغط هنا على Turn on Now لبدء تشغيل الخدمة زي ما انتم شايفين بتواجه مشكلة في عدم القدرة على تشغيل هذه الخدمة أو عدم القدرة على تشغيل مركز أمان الويندوز أيضا بالتوجه إلى الخدمات على الويندوز هتكتب س إي آر هتبتدي تظهر معك زي ما انتم شايفين كده هتبتدي تضغط عليها هتبتدي إنك تحدد أي خدمة تضغط عليها بعد ذلك هتكتب حرف الاس للتوجه هنا إلى Security Center زي ما انتم شايفين كده Disabled الخدمة معطلة زي ما انتم شايفين هتلاقي إن الخدمة وكل الأمور غير مفعلة يعني ما عندك هاش القدرة من تفعيل الخدمة فالحل ببساطة جدا إنك هتبتدي إنك تكتب في البحث هتفتح محرر السجلات كليك يمين عليه وهتشغله كمسؤول مهم جدا إنك تشغله كمسؤول هيبتدي يفتح معك محرر السجلات بهذا الشكل لو في أي مسارات مفتوحة ابتدي اقفلها هنا عند هذا المسار هتبتدي تضغط عليه بعد ذلك مجلد هتضغط على السهم اللي موجود جنبه بعد ذلك هذا المجلد هتضغط عليه بعد ذلك مجلد هتبتدي إنك تضغط عليه ثم هتبتدي إنك تنزل إلى أسفل القائمة عند حرف ال-W بعد ذلك هتبتدي إنك تبحث عن هذه الخدمة خدمة مركز أمان الويندوز زي ما انتم شايفين كده هوا ده اسم الخدمة دابلو اس سي اس في سي دي هي خدمة مركز أمان الويندوز بتبتدي إنك تضغط على المجلد الرئيسي نفسه بعد ذلك هنا في القائمة الجانبية عند ستارت الخيار قبل الأخير هتلاقيه على أربعة كليكي من عليه بعد ذلك هتعمل موديفاي أو هتضغط على موديفاي وهتغير الأربعة دي إلى اتنين وأوكي وهتقفل محرر السجلات ويجب إنك تعمل عادة تشغيل في العودة من عادة التشغيل يجب إن الرسالة دي ما تظهرش معاك على سطح المكتب مرة أخرى كذلك الحال لو إنك توجهت إلى مركز أمان الويندوز أو الأمان والصيانة هتلاقي إن الرسالة الخاصة بالتشغيل مركز أمان الويندوز اختفت ما بقاش فيه أي إجراء مطلوب متعلق بتشغيل خدمة مركز أمان الويندوز دلوقتي أيضا لو توجهنا إلى خدمات الويندوز بعد ذلك حددنا أي خدمة وضغطنا الحرف الاس ثم بعد ذلك مركز الأمان لكن من عليها بعد ذلك الخصائص زي ما انتم شايفين تم تشغيل الخاصية طبعا ما فيش خيارات مفاعلة لأن هذه الخاصية غير قابلة للتعديل يجب إنها تكون شغالة بشكل دائم فزي ما انتم شايفين خيارات تعطيلها أو تشغيلها بتكون غير مفاعلة بهذا الشكل لكن زي ما انتم شايفين كده الحالة مما يعني إن الخاصية تم تشغيلها أصبح مفيش مشكلة في هذا الأمر ولكن على سبيل المثال لو إنك دخلت إلى محرر متسجلات زي ما استعرضت على حضراتكم وما لقيتش خدمة مركز أمان الويندوز موجودة اللي هي كانت كده يعني بنسبة كبيرة جدا إن الخدمة أو ملفات دي وتكوينات هذه الخاصية أصبحت مش موجودة على الويندوز عندك نتيجة أو أساساً اللي بيعطل هذه الخدمة في الغالب بسبب الفيروسات أو بسبب العديد من البرامج الخارجية اللي إنك بتثبتها على الويندوز عندك بغرض تحسين الأداء وبالتالي بتعطل خدمات بشكل عشوائي وبالتالي بيتم تعطيل هذه الخاصية بالشكل اللي استعرضته على حضراتكم ودي كانت طريقة تشغيلها لكن قد يكون بسبب الفيروسات وما إلى ذلك تم إزالة الخدمة بشكل نهائي من جهاز الكمبيوتر من عندك في الكثير من الحلول الموجودة لاستعواضها هذه الخاصية ولكن بتكون غير مطافقة على كل الأجهزة فأفضل حل من وجهة نظري لو إنك لقيت خدمة مركز الأمان مش موجودة في محرر السجلات ال-WSC-SVC إنك هتعمل أعادة تعيين لجهاز الكمبيوتر عندك باستخدام التحميل من السحابة لأن كده وظائف وخصائص الويندوز مفقودة وعملية الاستعادة باستخدام إعادة التعيين السحابية ستكون الأفضل أو الأصحة طبعا لاستعادة النظام وسط عواض أي خدمات أو ملفات أو خصائص مفقودة عندك على النظام تقدر تعمل أعادة التعيين دي طبعا من الإعدادات بعد ذلك الويندوز أبديت ثم بعد ذلك هذا الخيار من جوز التنقل على اليسار الريكافري بعد ذلك أول خيار هتضغط على جيت استارتد لبدء العملية بيكون في عندك الخيار الأول هتختار الخيار الثاني لحزف كل شيء طبعا حزف كل شيء دي معناها أي ملفات على الدسك توب أو أي ملفات موجودة هنا في الدونلود أو في الدكومنتس أو في البي كتشر فلو في عندك هنا ملفات مهمة إنقلها إلى أي كورس آخر طبعا أي أقراص أخرى بتكون بعيدة تماما عن الحزف بتكون في أمان كل ما هناك زي ما أردت لحضراتكم عملية الحزف بتكون لأي ملفات هنا موجودة على الدسك توب أو الدكومنتس بما في ذلك بيانات تسجيل الدخول اللي هي حساب مايكروسوفت فهتحتاج أن تسجل مرة أخرى هتضغط على أيضا زي ما انتم شايفين تم تعطيل خاصية استعادة النظام أو تعذر العصور على بيئة الاسترداد مما يعني إن في فيروسات أو برنامج ما معين عطل خدمة أمان الويندوز أو مركز أمان الويندوز وعطل أيضا بيئة الاسترداد أو خاصية استعادة النظام أو أعادة تعيين النظام فلو إنك واجهت هذه المشكلة بكل بساطة تقفل هذه النفذة وتفتح موجه الأوامر كمسؤول وكليكي مين عليها تشغله كمسؤول بعد ذلك هنا فيها زي النفذة تكتب هذا الأمر هيكون موجود أسفل الفيديو هتنسخه وتعوده كوبي وكليكي مين هيتم لصق الأمر معاك هنا بعد ذلك زي ما انتم شايفين الحالة تم تعطيل الخاصية أو إن الخاصية أو بيئة الاسترداد معطلة فهنبتدي إن نشغلها باستخدام هذا الأمر التاني ليكون موجود أسفل الفيديو أيضا هتبتدي إنك تنسخه وكليكي مين هيتم لصقه معاك هنا وانتر سواني بسيطة المفروض إن يتم تشغيل الخاصية لكن ما زالت معطلة فهتبتدي إنك تجيب الأمر مرة أخرى زي ما انتم شايفين هايزة والأمر هتنسخه وكليكي مين هيتم نسخه وكليكي مين مرة أخرى هيتم لصقه وانتر سواني بسيطة وهتلاقي إن زي ما انتم شايفين تمت العملية بنجاح هتقفل بقى موجه الأوامل وترجع إلى خاصية إعادة الضبط مرة أخرى وتضغط على بعد ذلك بعد ذلك هتلاقي إن الخدمة اشتغلت معاك دون أي مشاكل هنا مش هنختار اللي هو إعادة تثبيت نفس الويندوز الويندوز الحالي في ملفات وخصائص وخدمات مفقودة فبالتالي استخدام هذا الخيار مش هيحل المشكلة لأن الخصائص بالتالي مش موجودة فلازم نختار خيار الكلاود دون لود بحيث إن يتم تحميل ملفات النسخة وأفردها مرة أخرى وإعادة تعيينها وطبعا استعواض أي خدمات أو أي ملفات مفقودة فهتحدد هذا الخيار الإجراءات اللي هيتم تنفيذها الخيار الأول remove apps and files do not clean the drive إزالة التطبيقات والملفات فقط ولكن مش هيتم تنظيف محرك الأقراص يعني فقط هيتم إزالة التطبيقات والملفات اللي موجودة في قرص السي زي ما قلت لحضراتكم بما فيه زلك أي تطبيقات أو برامج إنك كنتم سبتها دي هتتحزف فهترجع تسبتها تاني بعد استعادة النظام بعد زلك download and reinstall windows هيتم تحميل windows ويندوز جديد وعادة تثبيته مرة أخرى كل هذه الأمور هتكون بشكل تلقائي مش مطلوب منك أي شيء فقط هتضغط على next بعد زلك هنا في الخطوة الأخيرة نفس الإجراءات اللي استعرضتها لحضراتكم هي اللي هتم ولكن زي ما انتم شايفين حاجة من نسخة اللي هيتم تحميلها نسخة الويندوز وعادة تثبيتها هيكون تقريبا تلاتة جيجا ونص ولكن ده يكون أفضل خيار بالنسبة لك لإصلاح المشكلة أو لاستعادة الويندوز كأنه جديد واسترجاع أو معالجة أي مشكلات كانت في الويندوز بما فيه زلك فقدان خدمة مركز أمان الويندوز في آخر خطوة إنك هتضغط على reset ومش مطلوب منك أي شيء هيبدأ فيه عملية التحميل بشكل تلقائي حتى هيصل 100% وهيعمل قعد التشغيل من نفسه فهتسيبه بشكل تلقائي هيعمل إجراءاته بشكل طبيعي وبشكل تلقائي لحين ما يخذك مرة أخرى إلى سطح المكتب مع الويندوز الجديد وأيضا مع إصلاح أي مشكلات كنت بتتواجهها لو إن كان هذا الشرح مفيد ما تنساش من دعم هذا الفيديو بلايك وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته